يا هلا شباب وشبات في حلقتنا اليوم راح نتكلم على شيء مختلف شوية ألا وهو الفيز مفهوم الفيز ممكنه هو ما يكون واضح لأغلب الناس اللي قاعدين يشتغرون في مجال الهندسة الصوتية أو الأوديو خاصة إذا كانوا مبتدئين بكل بساطة الفيز هو الاختلاف في حجم الوايف فورم في جهة واحدة عن الجهة الثانية يعني شوفوا مثلا هنا احنا نلاحظ منه شنو إن الجزئية اللي فوق صايرة أصغر من الجزئية اللي تحت الوايف فورم كلها مو متساوية يمكن الشيء ما يكون واضح يعني كصوت بس خاصة إذا انت راح تشتغل على ميكس وراح تحط كمبريسر على الفوكز نفسه أو على الصوت بسبب حجم الوايف المختلف بسبب الاختلاف اللي صاير في جهة واحدة عن الجهة الثانية الكمبريسر إذا اشتغل بيوقف إلى مساحة معينة ما راح بيعتبرها هذه هي الماكسيمم في حالة نحن لو نشوف بقية الوايف فايل إنه فيه أماكن أقل مستوى من مثلا هاي المستوى اللي موجودة هنا ولكن ما راح يكون تأثير الكمبريسر عليها بالتأثير المطلوب ليش؟ لأنه بيعتبر الكمبريسر أن هذه المساحة هي المساحة الأكبر في الوايف فعشان نوضح المفهوم شوية خلونا نسمع هاي الصوت خلونا نسمع هاي الوايف فايل اليوم يوفر الوقود الأحفوري نحو 87% من إجمالي ما يحتاجه العالم من الطاقة أوكي لاحظتوا أن مثلا هاي الوايف فايل حتى بالنظر يبين أنه مختلف في الحجم ما بين الجهة السفلة والجهة العليا حتى هنا بعد نلاحظ أن شكل الوايف صار تحت أكبر من ما هو فوق مسألة تعديل حجم المسافات للوايف في المنطقتين اللي تحت واللي فوق أهو اللي اسمه الفيز فمن خلال برنامجنا هذا اللي هو الاريكس راح نعدل حجم الوايف بطريقة جدا ذكية وأوتوماتيكية لو أني في التولز اللي موجودة عندنا هني ننزل تحت بنلاقي أنه فيه في اليوتيلتي في شيء اسمه فيز أول شيء أتأكد أنه موضوع الادابتف فيز روتيشن أهو اللي نسوي له تشيك وهو اللي مختاره أنا أتأكد أن هاي الخيار موجود واختار مثلا هاي الجزئية وقل لا رندر وتمتك لي عدل لي شكل الوايف شوفوا شلون شكلها كان وشوفوا شلون صار بعد التعديل نسمعها يوفر الوقود الأحفوري نحو 87% من إجمالي ما يحكم شفتوا يعني حين كصوت ما حصلنا فرق أو ما أثر عليه بشكل كبير بس حين صارت الوايف فايل أو صار ملف الوايف كله متساوي كارتفاع من الجهة العليا والجهة السفلة فحين لما يركب الكمبرسور بقدر أني أنا أحصل على إذا رفعت مثلا من الصوت نفسك بشكل كامل أقدر أني أنا أحصل على الكمبرسور بيشتغل الكمبرسور بالطريقة الصحيحة في هاي المنطقة وما بيأثر لي على الصوت كامل فبيعطيني حتى بشكل كامل أو بشكل إجمالي مستوى أعلى للصوت خلونا نشوف أحين في هاي المنطقة أيضا تاجه العالم من الطاقة أوكي نختارها ونقول لها بعد render عدل إياها فحين إذا أنا نقلت هاي الملف داخل برنامج Pro Tools أقول لها send back وأقول لها render بشوف أن الوايف نفسها تعدل شكلها صار شكلها متساوي اليوم يوفر الوقود الأحفوري نحو 87% من إجمالي ما يحتاجه العالم من الطاقة فحين لما أي ويركب كومبريسور مثلا على هاي التراك بتشوف أن حتى المستخدمة بيكون استخدامها جيد وبيرفع للأودي سيجنل كلها بشكل كامل يوفر الوقود الأحفوري نحو 87% من إجمالي ما يحتاجه العالم من الطاقة شفت شلون يوفر الوقود الأحفوري نحو 87% من إجمالي ما يحتاجه العالم من الطاقة صار عندي الليفل كامل مال الصوت قدرت أني أرفع من الليفل بخاصية الجين الموجودة هنا داخل الكمبريسور وما راح يأثر لي على بقية التراكات وراح يرفع لي مستوى الصوت كامل بدون أي تأثير سلبي على الكواليتي مالة الصوت هذه يا جماعة كانت حلقتنا بشكل سريع اليوم إذا حابين تعرفون أكثر عن التولز والتيبس نشلون نحن نقدر نحصل على جودة أعلى في الصوت في الستوديو المنزلي ما وصلكم تشتركوا في القناة وتعطونا اللايك وتشاركونها مع أكبر مجموعة ممكنة حول العالم نشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة قادمة ومع السلامة اشتركوا في القناة